مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم لأحوال الجوية المتوقعة سيطرع ارتفاع تدريجي يومي الثلاثة والأربعاء على درجات الحرارة أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وعلى صور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ خلو المملكة من أي تواجد من أي نوع من أنواع الغيوم لكن هناك كميات كبيرة من الغيوم العالية تغطي شرق البحر المتوسط مثل هذه الغيوم سيظهر في سماء المملكة هذه الليلة وغدا وهذه الكتلة الهوائية من الغيوم العالية مصاحبة للكتلة الهوائية الدافئة الموجودة في مقدمة منخفة جوي يتقدم باتجاه المملكة سيبدأ تأثير يوم الخميس بإذن الله أما خرائط الدرجات الحرارة فنلاحظ أن هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اللون الأخضر هو اللون الأبرد الأصفر الأكثر حرارة واللون الأحمر هو الأكثر حرارة والأعلى درجات حرارة بنلاحظ أن هناك اندفاع للكتلة الهوائية الدافئة باتجاه المملكة لتغطي الكتلة الهوائية الدافئة معظم أجزاء المملكة يوم الأربعاء بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة سماء صافية أجواء باردة درجة الحرارة الصغرى المتوقعة سبع درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الثلاثاء الأجواء تقريبا مشابهة لأجواء اليوم تقريبا لطيفة في وقت الظهر يعني في تقريبا أربع إلى خمس ساعات من الساعة الحادي عشر وحتى الساعة الرابعة تقريبا أجواء لطيفة ومشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية أيضا تميل إلى البرود ليلا العظمى المتوقعة غدا بحدود 17-18 درجة مئوية والصغرى المتوقعة 10 درجة يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء دافئة نسبيا درجات الحرارة أعلن معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية لأن معدل درجة الحرارة العظمى في مثل هذا الوقت من السنة في عمان هو 15 درجة مئوية إذن أجواء مشمسة الأربعاء يتخللها ظهور السحب العالية الحرارة 21 لكن الأربعاء ليلا تتكاثر السحب حيث يقترب من المملكة منخفض جوي وكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تكاثر الغيوم وبالتالي هناك احتمال بعد منتصف الليل لسقوط ليلا وبعد منتصف الليل تزداد الفرصة لسقوط زخات رعدية متفرقة من المطر إذن الأربعاء ارتفاع واضح درجات الحرارة أعلى من المعدل لكن يوم الخميس انخفاض كبير وواضح على درجات الحرارة حيث تؤثر على المملكة كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنقفة جوية مركز جنوب تركيا وهذه الكتلة الباردة تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة تكاثر الغيوم تصبح الأجواء غائمة وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات بإذن الله لذلك نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر نتيجة التغير الكبير في درجات الحرارة ما بين الأربعاء والخميس وكذلك يوم الجمعة أيضا الخميس ليلا الأجواء غائمة جزئيا هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر العظمى يوم الخميس 11 درجة أقل من المعدل بحوالي 4 درجات والصغرى بحدود 5 درجات أقل من المعدل بحوالي درجتين الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة في منطقة المناطق الشمالية إربد والمفرق وجرش أجواء لطيفة نهارا لكنها باردة ليلا مشمسة أيضا نهارا يتخللها ظهور بعض السحب العالية في إربد العظمى 18 والصغرى 13 عجلون العظمى 19 والصغرى 12 جرش العظمى 21 والصغرى 12 المفرق 21 العظمى والصغرى 11 درجة 100 المنطقة الوسطى مأدبة 18 العظمى والصغرى 10 البحر الميت 25-17 البلقاء 17-11 عمان 17-10 والزرقاء 20 إلى 11 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء أجواء دافئة نسبيا نهارا لكنها باردة ليلا أيضا أجواء مشمسة نهارا يتخللها ظهور بعض السحب العالية أحيانا العظمى المتوقعة في الكارك 18 والصغرى 10 الطفيلة 17 والصغرى 10 الشرى 17 العظمى والصغرى 9 إمعان 22-8 وخليج العقبة 27 إلى 18 درجة مئوية المناطق الشرقية من المملكة أجواء دافئة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا أيضا مشمسة نهارا ويتخللها ظهور بعض السحب العالية الأزرق العظمى 22 والصغرى 11 الصفاوى 22-11 وأيضا الرويشد 23 إلى 11 درجة مئوية أعزاء المشاهدين نتمنى لجميع أوقات سعيدة وموفقة بأجواء تقريبا شبه دافئة في النهار ولكنها تميل للبرود ليلا خلال اليومين القادمين ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة